يعني المدمنين الشاي والقهوة أنت تعرف أن الشاي والقهوة تسحب السوائل من الجسم وبعضهم ترى ولا تقول لي ما فيه موجود فيه ناس إذا عطش برات شاهي ويقعد يشرب والله العظيم طيب للإجابة على هذا السؤال فيه جانب إيجابي وجانب سلبي لهذا الموضوع للقهوة والشاي أولا القهوة والشاي يعني اعتبران من مصادر السوائل للإنسان يعني أنت تدخل في جسمك ترى سوائل وهذا جيد يعني كم نسبة الماء في الشاي كبيرة 99% تقريبا ماء والقهوة السوداء نفس الطريقة أو حتى العربية السعودية نفس الطريقة كمية كبيرة منها ماء إذن هي مصدر للسوائل وهذا شيء جيد بالعكس نحن نشجع على شرب الشاي والقهوة المشكلة إن فيها كمية ضئيلة ليس كثيرة حقيقة خاصة إذا ما كنا نشرب يعني غير ثلاثة أربعة كواب باليوم الواحد كمية الكافين قليلة فيها ليست كثيرة وهي التي تطرد كمية أخرى من السوائل خارج جسم الإنسان لكن الداخل للجسم ترى أكثر من المفقود بالعكس هي تعتبر من مصادر السوائل اللي يحتاجها جسم الإنسان